السؤال عن البهاق كيف نتخلص من البهاق الحقيقة حن البدو عندنا عدة طرق للتخلص من البهاق بشكل ممتاز جدا وآمن وطبيعي نأخذ كيلو سمن من عند البدو سمن عضوي من عند البدو من عند قبائن من عند البدو ونضيف عليهم ورق عفوا زهر شجر الدفلة المجفف زهر شجر الدفلة المجفف لا يجوز استخدام الطازج ونضيف عليهم من شجرة القرض هناك شجرة تنبت في كل الدول العربية تسمى القرض ولها جرون بيطلع فيها جرون مثل فاصولي تسمى القرض وتأخذ من ورق من زهر الدفلة المجفف كده والقرض كده وتضيف عليهم لحاء شجر البلوط لحاء شجر البلوط هذا لحاء شجر البلوط لحاء شجر البلوط يكون خفيف جدا خفيف خفيف وتأخذ من هذا لحاء شجر البلوط إذا تعذر عليك إيجاد قشر لحاء شجر البلوط تأخذ البلوط المجفف إن شاء الله ينفع كمية كده تطحنهم طحن خشن وتطبخهم مع كيل وسمن من عند البدو وبعد أن تطبخهم بس تشوفهم انطبخوا تطفى الموقت الطفي وتتركهم حتى يبردوا وبعد أن يبردوا تضعهم في الثلاجة ولا تصفيهم تتركهم كما هم في اليوم الثاني تخرجهم من الثلاجة وتطبخهم مرة أخرى وبعد أن تطبخهم تتركهم يبردوا فإذا بردوا ترجحهم للثلاجة وتكرر سبعة أيام في اليوم الأخير السابع أو هو اليوم السابع قبل أن يبردوا تصفيهم بمصفى ناعمة ثم تتركهم يبردوا وبعد أن يبردوا خلاص العلاج جاهز طال عمرك تضحم في الثلاجة وتستخدموا للبهاق تستخدموا للبهاق طبعا في أشياء أسهل ولكن للأسمرات تفرق البهاق أينما كان تشفى إن شاء الله تعالى وهناك طريقة أخرى أيضا قد تفيدك كثيرا إن شاء الله وهي زيت زيت الفجل الأحمر أم وزيت الجرجير تخلطهم وتدهم بهم فأنه يعالج أيضا الصدفية والبهاق إن شاء الله شكرا المرة 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 معروفة المرة نأخذ المرة ملعقة كبيرة من المرة ونذوبها مع كوب ماء فاتر وبعد أن نذوبها نصفيها بقطعة من الشاش الناعم قطعة قماش ناعمة معقمة نظيفة ونستنشق هذا الماء طال عمرك تستنشقه بقوة ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساءا لمدة أسبوع والأفضل الصباح والظهر والمساء سبعة أيام وتاخد طال عمرك زيت حبت البركة وتكتر به ثلاث نقاط بكل خشم الصبح والمساء 21 يوم وإذا عندك الحساسية عندك حساسية بجوب قوية جدا تشرب شاي أوراق القرس أو القراس تصب ملعقة كبيرة تصب عليها مساخن وتتركها عشر دقائق ثم طال عمرك تشربها قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء لمدة أسبوعين فإنه عظيم النفع إن شاء الله ويؤازر جدا في إزالة الحساسية أوراق القرس ممتازة جدا في هذا الإطار إن شاء الله تعالى أسأل الله لنا ولك الشفاء هل يوجد أنواع للمرة لا لا يوجد أنواع للمرة المرة نوع واحد لا يوجد أنواع للمرة المرة نوع واحد فقط طبعا هناك أشياء أقوى منها ولكن لا تلزمك هناك المقل الأزرق أقوى منه ولكن أنت لا يلزمك يكفيك المرة فقط لا تحتاج أكثر إن شاء الله تعالى هذا هو المقل الأزرق ما بيلزمك إلا المرة فقط إما المقل الأزرق غالي وما أبغاك تخسر يعني هذا يكفيك وزياد إن شاء الله المرة نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر